نتابعه في سياق التقرير التالي بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد الشيء الغزواني أدت صاحبة الفخامة سيدة دروبادي ميرمو رئيسة جمهورية الهند زيارة صداقة وعمل إلى موريتانيا يوم الأربعاء السادس عشر أكتوبر 2024 على رأس وفد رفيع المستوى بعد مرسم الاستقبال الرسمية التي تضمنت استعراض تشكيلات الشرف وتبادل التحيات أجر الجانبان محادثات ذنائية على انفراد توسعات لاحقا لتشمل أعضاء الوفدين المحادثات ركزت على تعزيز أواصل الصداقة والشراكة بين البلدين كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التحديات المشاركة على المسوئين الإقليمي والدولي وناقش سبل تعزيز التعاون المشاركي لمواجهتها في الشأن الثنائي شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتطوير العلاقات بين موريتانيا والهند على كافة الأصعدة وخاصة في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مركزين على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة الاستخراجية والصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة وتطوير التقليات الرقمية وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة باتفاقيات التعاون في هذه المجالات بما في ذلك إشاء لجنة مشتركة كإطار قانوني لتعزيز التعاون الثنائي والتي سيتم التوقيع عليها قريبا في الشأن الإقليمي والدولي تناولت المباحثات القضايا ذات الاهتمام والشرك بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاشتماعية والأملية والبيئية كما تم التأكيد على أهمية التنمية المستدامة والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة خاصة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر لتعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الأثر البيئي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب شدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذا التحدي العالمي وفي إطار الوضع الأمني المتداور في الشرق الأوسط أكد فخامة رئيس الجمهورية إدانته القوية لما ترتكبه إسرائيل من شرائم ضد الإنسانية ومجازر وحشية في فلسطين ولبنان مؤكدا ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق من أجل الدفع إلى إيقاف فوري وتائم لإطلاق النار مع العمل على تحقيق حل سلمي شامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ويرسق السلام العادل والشامل في المنطقة كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون لمتعدد الأطراف بما يدعم احترام القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على أهمية إصلاح نظام الحكامة الدولية لتكون أكثر عدالة وتوازنا وإصافا ختاما أكد الجانبان أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في مسار تعميق أواصل الصداقة بين البلدين وتعزيز وتنويع تعاونهم المثمر والبناء وقد دعت صاحبة الفخامة سيدة دروبا ديمورمو رئيسة جمهورية الهند صاحبة الفخامة رئيسة الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لسيارة الهند وقد قبل فخامته الدعوة على أن يحدد تاريخها لاحقا بالطرق الدبلوماسية